ما تنقطع لا داخل أسوار هذه القرية ولا خارج أسوار هذه القرية باقي معنا شيء إعداد مقطع إيش المين مقطع توجايكم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجه التحية لقناة الواقع وجميع المتسابقين وتحية خاصة إلى أخونا رايد الحربي أسى ربي وفقه وسهل أمره وسمح دربه رايد ما كان ينقصه إلا الفرصة هذه شخص يستحق النجاح يملك كل الإمكانيات ما شاء الله تبارك الله جه التحدي بشكل أصعب بحكم أنه آخر مثلا 20 يوم نضم مع المتسابقين فأسى ربي وفقه كان يستحق الفرصة وسينجح بإذن الله تعالى رجل ذكي جري يعرف الشبغة ذكي اجتماعيا ما شاء الله تبارك الله فكان يستحق الفرصة فقط الله يوفك كلنا معاك يا بطر تحية للشخص هذا هذا يجمع شخص السفت منه طيلة أيام حياتي وأنا ما عرفته إلا آخر فترة حياتي اللي هو الفترة الوظيفية قسما بالله الشخص هذا كان طاقة إيجابية رائد كان دافع معنوي كان يا جماعة والله العظيم أنه يشوفني يقول أنت في أشياء موجودة فيك ما بعط رات لا في المجال المهني لا في المجال العملي لا في المجال أنا أرفع لك عقالي وأقول لك أنا أحمد الدنيا